عمت صبيحة التي تنتمي إلى الغجر تسرد حكايات عن حياة أسرتها في عهد الترحال والهجرة في أنحاء كردسان استقرت مؤخرا في مجمع أدار جنوب غرب دوهوك الذي شيدته الحكومة المحلية كأول مجمع سكني للغجر وتعيش فيه حاليا أكثر من خمسمائة عائلة غجرية حياة الترحال والهجرة غير مستقرة عادة لكننا كنا نتمتع كثيرا بالهجرة إلى أماكن مختلفة أما الآن فقد أغلقت أمامنا الحدود بسبب الحروب وبتنا نشعر وكأننا في سجن حكومة الإقليم بدرت بإنشاء المجمع تلبية لمطالب العوائل الغجرية التي كانت تعاني من التهميش والتمييز والآن تتمتع العوائل الغجرية بالاستقرار والكرامة بعض سكان المجمع ما زالوا يمارسون مهنهم المورثة مثل صناعة المهود الخاصة بالأطفال والأخفاص الخشبية للطيور إضافة إلى الطرب الشعبي هوايتهم المشهورة نحن معتادون على الأعمال اليدوية نعاني من مشاكل كثيرة مثل انعدام فرص العمل التي أدت إلى شيوع البطالة بين شباب المجتمع إذا استمرت الأوضاع على حالها فسنتطر للهجرة أما الفتيات الغجريات فيتمتعنا بحريات شبه المطلقة مقارنة بكثير من فتيات المستمع الشرقي بحسب شهادتهم ليست هناك أي قيود اجتماعية علينا نرقص ونغني بحرية إن عاداتنا منفتحة وأعطت لفتياتنا الحرية أناشد جميع الأسر بتوفير الحرية للفتيات دون فرد قيود اجتماعية عليهم الغجر أقلية في كردسان العراق يتراوح عددهم بين ثلاثين إلى أربعين ألف نسمة في الإقليم ولديهم لغتهم الخاصة بهم وهي مزيج من الكردية والتركية والعربية يعيش المئات من عوائل الغجر في مجمع سكاني هنا على مقربة من محافظة دووك لكن البعض منهم يرى بأن عادة الترحال والتنقل ستغلب استقرارهم في أي مكان وأن سكانهم الحالي ليس سوى قفص خشبي يمنع عنهم الحرية بزرق محمد سكاينيوز عربية محافظة دووك